للأسف الشديد بعض الناس اتخذ الآن الرقية تجارة حتى يحطون قائمة بالأسعار سعر كذا وسعر كذا وسعر كذا وهذا ما ينبغي أو بعضهم يأتي بجوالين الزيت زيت الزيتون و زمزم و كذا يعبي مستودع يقول الله هذا مقري عليه هذا حقيقة كلام ما ينبغي الأمر الآخر ما يتعلق بالرقية الجماعية اللي ذكرتها أنت يأتي بعض الرقات و يجمع له عدد كبير في غرفة أو في حوش أو في مكان و يقرأ عليهم و ينفث عليهم نفثة واحدة أو يقرأ عليهم بالآخذ أو اللاقط أو الميكروفون يسمونه هذه من البدع هذه من المخالفات هذه ليست برقية هذا لعب هذا ابتزاز هذا مما يعني ينبغي لكل إنسان أن يفكر قليلا في مثل هذا الأمر هذا كلام حقيقي يعني لأسف الشيء أنا ما أدري كيف يستسرم الناس لمثل هذه الأشياء حتى أن بعض الرقات ذكروا لي بأنه يأتي بجوالين الماء وهي مغلقة ثم ينفث عليها نفثة واحدة في المستودع أو في المكان أو في السيارة والله لا استغفر الله لأننا نريد أن نقول كلام لكن عموما هذا كلام حقيقي ينبغي على العقلة أن يقفوا معه وقفه و لا يستسرم المريض لمثل هذه الهرتقيات و لمثل هذا اللعب و لذلك يا أخت الفاضلة هذا لا يجوز و لا ينبغي للإنسان أن يستسرم مثل هذا الإنسان الذي إذا ما استطاع يرقي نفسه يرقي غيره و ينفث عليه أما هذه النفثة العامة التي على عدد كبير من الناس هذا نوع من اللعب و من الضحك على الناس على هؤلاء الروقات أن يتقوا الله و أن يخافوا الله لأن 전 الناس عليك ALK كم الناس